وإذا بالنبي صلى الله عليه وآله يأتي ويعرف هذه قضية جدا مهم لاحظوا القرآن الكريم لاحظوا أحاديث النبي لاحظوا أدعية النبي صلى الله عليه وآله حقيقة الله المطروح في القرآن وقارنوه بهذه التصورات البشرية المنحطة القرآن الكريم يقول ليس كمثله شيء هذا مقابل بين مشبه لله بخلقه القرآن الكريم يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها لاحظوا أدعيتنا إحنى مو أدعية الآخرين مو أحاديث الآخرين اللي يقول الله كل ليلة الجمعة يجي على حمار على السطوح كأنه غلام تركي وله شعر قطط مجعد يعني هذا الإله الذي يعبده ابن تيمية وأمثال ابن تيمية كأنه غلام تركي لاحظوا أدعيتنا لاحظوا رواياتنا الصورة التي تذكر في هذه الأدعية عن القضية الإلهية وعن القضية الربوبية هذه من أعظم أفضال النبي صلى الله عليه وآله على البشرين أنه عرف الإنسان بربه ترجمة نانسي قنقر